اسمعوا اوعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللي احنا بنعمله جهد مخلص وامين ومبدع ومبدع وممنتهى القوة اللي ربنا بيعننا بيها بنعمل مش انا احنا ايو احنا اوعى تفتكروا العمل اللي هنا ده واللي بيعمل في الدولة دي كان حد ايه انا حختم بالكلمة دي كان حد يكلمني من كم حد ايه ده القائم يعني اقولوا احنا نخف العمال بتاعتنا شوية مش كده يا دكتور مستفر قلت لهم انا كنت جايب دي على الايباد يا دكتور عاصم حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة سواء كانت ومش بتكلم على قطاع خاص انا بتكلم على القطاع اللي هو الدولة بتعمله انا بقول لكم مش اقل من اربع خمس تلاف شركة شغالين يا جماعة فيهم جواهم مش اقل لو قلت متوسط ده في شركات فيها سبعين الف عامل لكن انا حقول متوسط الف يعني اربعة خمسة مليون عامل او بانسان بين عامل وبين يعني كل الوظائف خمسة مليون يعني خمسة مليون أسرة طب انا عملت قفلت او قللت قلولي الخمسة مليون أسرة دول انا وصل لهم ازاي ولا يا دكتور عاصر صحيح صحيح مش انا انا يعني كدولة الدولة توصل لهم وتديهم يعيشوا ازاي تبديهم كده تكافل وكرامة وده فكرة برضه ولا قديهم ويبنوا البلد نشتغل نشتغل انا بقولي الكلام ده اللي لنا كلنا شوفوا قوتنا في فهمنا قوتنا ايه في فهمنا وانا لما بخلي زميلي بواقفين هنا ويتكلموا ويشرحوا امور قد تكون بالنسبة للمواطن العادي يعني مش ده محل اهتمامه انا في انها عايز فلوس في جيبي او الاقي حاجاتي في السوق بسعر كويس بس خلي بالكم ما تفصلوش ده انا اللي بيقوله دكتور عاصر شكرا لزيلي فضالتو شكرا لزيلي شكرا لزيلي شكرا لزيلي